هنجهز كيكا خلاص الكيكا دي هقول لكم لما قادرها لما نرجع من الفاصل استخدمت انا القلب ده عشان اعمل الكيكا بحط الكيكا نص مقدار الكيكا نص مقدار الكيكا بحطه في قالب مقاس دوت ده مقاس تقريبا 32 مستطيل خلاص بعد كده بلونه اهم حاجه بس لما نيجي نعمل الكيكا بنلونها لون مثلا انا عاملة دي لون فوشيا دي لون روز وبدخلها الفرن تستوي معي بالشكل اللي هو الرفيع ده هعرف اقطع منه بقى اشكاله فدي كيكا عادية جدا 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 عملت مقدارها انا بس عشان اعرف اجيبهم حطيتهم فصلتهم بكياس كده عشان اعرف اجيبهم خلاص اهو عشان اعرف اطلحهم بسهولة بس انا قلت اجيبلكوا القلب معي علشان شوفوا القلب اللي انا استخدمته عشان اعمل في الكيكا عايزين تعملوا لأ اه وصفة السويس رول ينفع برضو بس دي بتبقى متماسكة اكتر شوية التانية هشة اكتر بتتعب شوية صغيرين اكتر عايز حد متمكن اللي عايز يعملها بكيكا عادية ويبقى عايز حاجة سهلة يعملها بالكيكا مقدار ده نص مقدار على القلب اللي انا قلت عليه قصوا بقى احنا بنبتدي بقى الكيكا نقطعها بس بايه بقطعات معاي قطعات ورد معاي قطعات ورد كل المقاسات يعني معاي المقاس ده هحط واحدة هنا ومعاي المقاس اللي اصغر هنعمل به اللي هو اللون ده اهو عايزينها ورده بقى ومعاي اللي اصغر نرجع تاني لنفس اللون الاولاني او نبقى احنا مشكلين بقى زي ما نحب كده وطبعا احنا لازم ننزل الوصفة ياولاء وصفة الايه الكيكا ونرجع تاني نعمل اللون الفاتح فاضيعة صح شايفين جميلة ازاي ممكن بقى تعمله نفس المقاس كله فوق بعد عادي يبقى درجات يبقى مقاسات درجات عادي طبعا انا دلوقتي علشان لزقهم على بعض حلزقهم بالجناش اللي احنا عملناه فانا مثلا اهو اول واحدة هروح سريعا مسكه اهو الجناش عامله بقى من تحت هنا كده نروح حاطين بقى دي فوقيها اهو اه ده انا لازم اجي في النص عشان ايه متى التالبش بتاعدي معيه ونعمل كده اهو ونحط اخر واحدة وبعد اخر واحدة هنروح عاملين حركه كمان بسوا اخر واحدة بقى نروح حاطين عليها تاني فوق كده واروح حاطة فوقيها كوردي لذيذة جدا صح ممكن نغير زي ما تحبه ممكن تعمله المقاس واحد يبقى كله موحد ترجمة نانسي قنقر